يعني ما ذكره دكتور محمد عبدالله ده كلام مرسل سي انه السودانين ظلموا ومن الذي ظلمهم هو كان مؤيدين النظام السابق اذا كنت تقول انهم ظلموا لماذا لم تدافع عنهم لماذا لم تخرج للشعب السوداني وتقول اننا قد ارتكبنا اخطاء دي محاولة لاسترداد او استدرار عطف الشعب السوداني لان هذا الشعب السوداني ضدكم وضد ما كنتم ترتكبوه من اخطاء لجنة التفكيك مهمتها تفكيكم انتم الان لا تدعي انك مع لجنة التفكيك ولا مع مهمة التفكيك ده كلام ما صحيح دي محاولة لتغبيش الشعب السوداني دوعة من كده تماما انتو كنتم مؤيدين النظام السابق ومناصري النظام السابق وجزء من النظام السابق هو مهمة اللجنة تفكيككم انتم الذين تمكنتم على مؤسسات الخدمة المدنية وتمكنتم من كل المؤسسات الاقتصادية وظلمتم وسحلتم وغتلتم هذا الشعب السوداني مهمة اللجنة اللجنة غير غانونية من الذي غير غير غانوني؟ هذه اللجنة أول حاجة مؤسسة على الآتي هذه الثورة رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة والإتيام بسلطة مدنية ديمقراطية وإحداث تحول ديمقراطي في البلاد حتى يتم ذلك كان الاتفاق على أن يتم تفكيك بنية النظام السابق الذي جسم على صدر الشعب السوداني 30 عام وبالتالي لا يمكن في ظل وجود هذا التمكين الذي تم خلال 30 عاما أن تحدث تحولا ديمقراطيا وتم الاتفاق على ذلك في الاتفاق السياسي وتم الاتفاق على ذلك في الوثيقة الدستورية وتم النص على ذلك في الوثيقة الدستورية بتفكيك بنية نظام السلسين من يونيو ثم أتى المشرع الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية وهو اجتماع المجلسين يشكل مجلس تشريع مؤقت يشرع القوانين وصدر غانون اسمه قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو وشكل بموجب هذه الغانون لجنة التفكيك أو لجنة إزالة التمكين إذن هذه اللجنة تعمل بموجب القانون هذه اللجنة ليست قضائية حتى تتحدث أن القاضي يتنحى وأننا سياسيون نعم أننا سياسيون ولذلك ضمت مع عضوية اللجنة التي تمثل فيها 13 جهة من مؤسسات الدولة ضم لهم من السوار لأن السوار هم الذين يتعاملون معه بجوهر هذه الثورة وبأهداف هذه الثورة ويعلمون تماما من الذين كانوا يتمكنوا ومن الذين كانوا يعملون في الخفاف الأمن الشعبي وفي مؤسساتهم الاقتصادية وواجهاتهم التنظيمية وواجهاتهم الاقتصادية لذلك تم ضمهم في اللجنة وهم يشكلوا كم؟ هم خمسة من 18 13 عضو من مؤسسات الدولة وفوقهم من كانوا يعملون مع النظام السابق أيضا لكن أتوا إلى هذه اللجنة بحكم مواقعهم ومعاصبهم داخل مؤسسات الدولة فهذه اللجنة تصدر قراراتها كلجنة من 18 عضو ولسنا نحن ولا وجد صالح الذي يصدر القرارات تصدر وكل غراراتنا منذ تأسيس اللجنة وحتى انقلاب 25 أكتوبر صدرت بالإجماع فما تيي يا ودبوك الليلة وكأنك أنت مؤيد لعملية التفكيك أنت ضد عملية التفكيك لأنها ضد مصالحك لأنها ضد رؤيتك السياسية لأن أنت من الذين يشملهم هذا التفكيك ومؤيد للذين تشملهم عمليات التفكيك فلذلك أطرح رأيك كمناهض سياسي ولست مؤيد لعملية التفكيك ولا مؤيد للشعب السوداني لكي تقول ما بك عملية التفكيك تتم في كل العالم هناك تجارب عالمية التجربة في ألمانيا بعد الانضمام الدولتين في ألمانيا الشرقية في البوسنة والهيرسك أنت مفترض عقاديديا وسياسيا عندك علاقة بالبوسنة والهيرسك المفترض تكون عارف لأن هناك برضو تمت عمليات تفكيك في البوسنة والهيرسك أيضا تمت عمليات تفكيك في كينيا تجارب الإنسانية مليئة في كل ذلك المجتمع العالمي الآن يرى أن العمل في السودان ولجنة التفكيك في السودان رغم أنها ما عندها إرث سابق إلا أنها غامت بعمل كبير الآن وتعتبر نموذج في عمليات التفكيك والتمهيد لعملية الانتقال المدني الديموقراطي